عسلي ما ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديو ويد تحذيرات رمضان اليوم فيديو تحذيرات رمضان 100% جبت معاكم البلاكارات الكوجينا وقلت خاليني نتشجع بكم ونشجعكم منذ مزيدة كان عادكم تركينا مازلتوا ومجبتوا هيش ولا اوقاية بيش تجبتوها اما اقبل كل شي اقبل منحوس في الكوجينا قلت خليني نفتر ونشرب قاوتي في عقلي وبعد نبدأ فرد المرة منحوس الكوجينا تعدى ديريكتان طيب الفتور عملت قهوة وعندي حتيت شوي جبن كعبة كوي دبوزة ماء وحتيت كعبة عظم تتسمت ودو تخونش خبز والله هما قدمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب قعد افترت في عقلي الحق تعرفوني انا وفتور السباح ما ننزمش نعدي فيسا فيسا هكيكا قعد افترت في عقلي فيما قدركم هكيكا بشينا بدي حوستينا بديها فرد المرة وشبتت الكراس هديكا نشوف شي زيدي نشني ونقصني شنية عندي شنعم اليوم وشنية البرنامج ومن بعد كملت الفتور دي ريكت بديت في الهديسة البرح عندي بلاكار نحط فيه الميكلة والمعون لقيت شوية الفلفل الشيحة هذية ولقيت طماطم الشريحة عملتها في الصيف كنت حبوا طريقة متاع تماطم الشريحة شوفوا ما شاء الله باقي مصيف قاعدة 100% نحط لكم الفيديو متاحها في صندوق الوصف جبتك حكت تماطم الشريحة وجبت الفلفل الشيحة قلت نعمل شوي هريسة عربي بضمة رمضان حضرينة دي جاء اللي مزال عندي نعرف مش بشي كفيني وكي ما قلت لكم نبيرح نظم في البلاكار عبتني تماطم قلت خليني نعمل آآ هريسة آآ بالتماطم الشريحة تجيب بنينة 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 على خل هذه تماطم الشريحة كي ما قلت لكم كانت حبوا الفيديو تنحطه لكم في صندوق الوصف هذي كم شاء الله عملتها مصيف شوفوا للون تبدل لفزت قعدة حمرة ما شاء الله بنينة آآ بالقدام جبت آآ تماطم انا راني ما عملتش كمية كبيرة عملت كمية صغيرة كي ما قلت لكم ما يكفيني رمضان شوفوا الطماطم ما شاء الله قاعدة حمرة كيف ما هي لا سوفت لا تهلكت لا تبدل المطعم متاح ولا حتى شاي كما تنظفت الفلفل الكمية اللي حاشتي بها سخنت الميبل به وحاتيته على خاطر هو الفلفل يبس معناها والطماطم يبسة نزمنا انتا ريوها شوي سخنت الميبل به غميت الفلفل وغميت آآ تماطم وباش نقشر الثوم قشرت آآ خمسة فصوص ثوم كبار وباش نسحق التابل كيف كيف وانا نشوف اش عندي وش ما عنديش لقيت حكت التابل لكعب آآ يا قلت خليني نحط كعبات تابل كعب يترحاوا فرشكين اكيد باش يباننوا اخير من التابل اللي مرحي عندو قديش قديش عملتها وانا شايخة عليها الهريسة هذي عندي بار ش ما عملش هريسة عربي آآ فدار وانا نستنى فاكت طماطم هذيكا والفلفل باش يترح شوي حاليت معاش البلاكار هذي يندرش ناية باش نعمل لقيت وداخل بعض وقلتاي ايج هناء انتي خليني آآ النظم عندي لدخوا بلاكاغ هذو ما الفوق قلت وقايتك اهو ملزم هم تنظيفة الحاق الفوق عني جبت وما عنديش برشة جمعة لي فات نحيت الماكينات هذيكم ونظفتوا بالبيهي دونك عندي كان البلاكار هذو ما وانا راني من نوع لي ما نحبطش الكوجينا الكل ها من فوق اللوطة لي من مكثر تلقاك ربيع ساعة نص ساعة في النهار في الكوجينا كي نبدأ هنا وقت نستنى في حاجة باش باش نعملها ولا عندي شوية وقت نجبت تركينا مثل حلف جديد باش نجبت حاجة نلقاها هكا داخل بعض ولا لزمو مسحا نعملو ذربا خفيفا كيف كيف لبلاكار منخلي ما نجبدش من فوق اللوطة نعدي فيها نهار كامل ولا نهارين اذيكا من مستحيل لي كل مرة نجبت تركينا وهكيكا تقعد الكوجينا وتقعد الدار نظيفة جربوها التاريخ هذي وصختو صختو ما تتعبوش في الحاجة تعملوها تك تك مربع ساعة نصيف ساعة وتكون خرجتو منها معنيها الحاجة وهكيكا تقعد دار كم الكوجينا دي ما نظيفة ما نخليوش نلمو كل شي مع بعضو هكا كل مرة نعملو حاجة كيكا تقعد الدار ننظيفة به نحيط ايناك المعون الكل نحيط زادة لتاجيخ هذيكا بش سيسهل علي التنظيف راشيت لبخدوه الكل بشي فا عملت لها مسحة ومن بعد بالبابير بش ننشف رجعت لتاجيخ والمعون نظيف هو هذي المعون اللي اينا نستعملو كل يوم يعني بختيك مو كل يوم يدخل اللي بيسيل هذيكا ولا نقصلو بيدايا معنيها نظيف المعون ما يسحقش بش نعاود نغسلو المعون اللي في الكوجينا ما عنديش برشة معون في الكوجينا معون في الكوجينا ذيكا هو نحس فيه بتاع كل يوم معنيها داوك ما يسحقش ونجبد المعون نغسلو الكل والراجعو ليه جوست عملت مسحة للبلاكار ورجعت المعون ومجبدش ثلاثة مع بعضهم زي دا ليه نجبد البلاكار اللي نهبطلو معون ونمسحو ونرجعو وبعد نجبد اخوه اللي هني سيه هذا البلاكارلوليني سيه نظفتو ورجعت كل شيء لبلاستو وتعديت للي بجنبو هذي حتى فيه الكسين فرق كيف كيف نفس الطريقة فرقتو الكل هاوكا حاتيتو اللوتا نحيت لتجيغ اللي يقسم الوح هاوكا نظفتو ورجعت رصفت المعون اه في بلاستو وتعديت للثالث الثالث هو اكثر واحد داخل بعضه وكهوانا ديما نعمل ديما نفرز راني الحاجات اللي نقعد من دا ما نستعمل هوم اشاكا هوا نخرجهم من الكوجينا عندي بلاكار نحط فيه المعون الزايد والميكلة الزايد اهريكا والعولة هني هاوكا فرقت خليت كي نفغي موالي نعرف روحي بش نستحقو الى ايامات الجاية وبتنستحقو ان شاء الله في رمضان اهني ساية كاملت نضفتلي تخوا بلاكار الوقت نصيف سيعة هي الوقت اللي كالفلفل والطماطم اه تراوه جبت مسي كويزين بش نرحيهم حاتيت شوية التاب اللي كعب قلت خل نعملهم دورة بش يدششو شوية ما سكرتوش بلك دي هاكا فارتلي الدنيا خرج الفيح من قوة التدوير اما هاكا مش مش قلتا بعد ان نظف فرد المرة حاتيت الفلفل حاتيت التماطم بتبيع بعض ما سقترتهم من الماء وحاتيت الثوم حاتيت جوزهم غارف ملح صغار اكا هاو ودورة خفيفة اه هي مش في مسي كويزينة خفيفة اما ما كينا اخرى نقعد المصعوبينة ونرحيوها حيتهم الكل مع بعضهم ومشاء الله الهني اينا حالية لغطاء وبالحق ما نحكي لكمش على الريحة متاع الهريسة ما شاء الله وراي تفرقت من الهريسة البطماطمش ريحة تفرق على الهريسة الاخرى يسر 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 ابنينا هذية الهني الخشن المعنى ها تكستور هذية بنسبة ليا اينا بيها هكا هاو مقاعد هذي كين بيش نحطها في الحوكة في الحوكة الي بيش نخبيها فيها مش بيش نحط في الكونجيلاتر بيش نحطها في الفرجيدير بنورمال يعني هاو كا قاعدة نفرغ فيها نحط فيها في حوكة بلار حدي تا في حوكة بلار بيش تصبر بغاية ودي زاكي ما صفته هي ما هيش كمية كبيرة بهي كي تكمل يا رمضان معاكا شوية الهريسة القديمة الي عندي خيريت هذية الهريسة متاعنا حضرت بالحق ما نحكي لكمش على الريحة متاحة يسر 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 بنينة اخر ما رح رأ بيش ننغمها بالزيت ونغطي الحوكة ونحطها في الفرجيدير تعرفوني ان طيب الهريسة العربي كل ما نجي ان طيب نصب غرفة صغير الهريسة عربي تبنن الميكلة بلق دي اكا هاو هذا الفيديو متاعنا لليوم ان شاء الله يكون عجبكم ان شاء الله تكون حسنا للي اضافة وطول ما قاعد لي كنو قولكم ان شاء الله نقعكم على خير من هنا للفيديو الجاي وبسليمة اشتركوا في القناة